فيه جزئية أنا بكلم فيها بقى حسين ياسر محمد الشخص الهادئ راجل اللعب في أوروبا يعني وعارف إنه أنا عارف مستوى تفكيرك وعارف أنت بتفكر إزاي فيه ناس اللي هلهولك دوت واخداب بتعصب جامد جد اللي هتعصوش الميديا شجلين عليه ماشاء الله خينات بس في أوروبا مثلا منشل سرسيتي بياخد الدور السهن اللي فاتت بيروح اللعب شيلسي الناطش اللي بعد التتويج ممر الشرفي والناس بتسقف والدنيا مبسوطة والدنيا هادية والمرة الجاية يعني أنا مستني بصراحة كلمة بصراحة أنا أنا موتش كلام ده في المقدمة سأنا شوف ده من الزمالك وسأني الزمالك لو كسر البطولة السنة الجاية الأهل يعملها ومستني الأمور تبقى ماشية بشكل لطيف وهادي كده في أرض الملعب أنا مش دعوة باللي بيحصل في المدرجات أنت مع ده ولا مع أنه لا بلاش منها يا جماعة وخلي الدنيا ماشية ليه لا ليه لا ليه لا أي عيب ولا فيها أي حاجة بالعكس ده يعني لعيبة نادي الزمالك وده طبعا ده أمور ده كلها وجهات نظر ممكن مجلس إدارة النادي شايف إن ده حاجة تبقى كويسة يعملها ممكن مش شايفينها لأن ده كارات مش لعيبة ده مش كارات لعيبة اللعيبة مع بعض في ملعب صدقني يعني الجمهور برا والميديا والكلام ده كله كله بيكل في بعضه إن ده بيحب النادي بتاعه وده بيحب النادي بتاعه ويكسبه لكن اللعيبة مع بعض يعني اللعيبة اللي هتعمل مور الشرف لو هنعمل اللعيبة دي بتاعه مع بعض في المنتخبات وبشوفه بعض وبباتوا مع بعض في الورب لا هو بيخرجوا مع بعض وبتشوفه وبيخرجوا مع بعض مش عيب إن أنا أسقف مش عيب إن أنا أسقف لحد عمل مجود كويس واشتغل بشكل كويس وفاز زي ما قلت هو بطل واحد بالظبط كده فأنا عايز عشان لما أكسب السنة الجاية الدولي النادي الأهل يعمل لي نفس الموقف ويبقى في روح رياضية نوري العالم كله صورة كويسة على الدور هينزلوا الملعب بعد المباراة دي هينزلوا لهم ممر أو ما عملوش وبسلموا على بعض وكل اللعيبة في العالم بتسلم على بعض وبتنزل جوه الملعب لما الحكم بيصفر خلاص إحنا أعداء أعداء بشكل صح أعداء مؤقت بدون بدون أزع لكن بنتطلع بعد المباراة بنتسلم على بعض بس نطلع أن إحنا أدينا وراء كبيرة وعملنا لما المهاجم يجيب جولين ثلاثة والحارس المرمى يشلوا كورتين ثلاثة والمدافع يشتغل تسعين ديئة بشكل كويس وبيطلعوا سليم على الله بتخيل لك كابتن حسين في وقت إحنا عايشين في حالة فيها عصبية مش طبعية في الكورة من جمهور زمالك وأهلي واسماعيل وبصراحة كل الناس في عصبية أحيانا بتبقى مبلغ فيها بتخيل كل ده ربما يزوب في مشهد زي ده في مباراة الكم هو أنا عايز أقول لك حاجة هو التعصب ده زاد بسبب أن السوشال ميديا اللي في الوضع الحالي دلوقتي أي حد بيقضع مسك الموبايل بتاعه يوم عامل أي بوست ممكن يسخم به ميت واحد حالي فهي المشكلة دلوقتي أن الناس بتعامل إزاي مع السوشال ميديا وده اللي خرب الدنيا من قبل المباراة ممكن يحصل حملة أو دعاية في الوضع الأهل والزمالك ده حصل مشكلة بره المباراة قبل وما حصلش حاجة يقول لك فاكر فاكر انت عايز تعملها مرة شرفي ده انت فاكر من ست سنين مش عارف عمله إيه وسبع سنين وتمان سنين وتلاقي إيه ويتاخد كرامة بقى اللي هو إيه إحنا لو عملنا كده أنا بقى مش عارف إيه ليه يا حبيل لا لا دي أنا زي ما قلت لك أنا وجهة نظري ده حاجة جميلة جدا طبعا من نادي الزمالك ده وجهة نظري وده كل من نادي الزمالك وممكن لو سألت النهارده لعشرين العيد في نادي الزمالك ممكن خمسة يقول له عايزين وعادي ما عندناش مشكلة نتقبل إن احنا من الأهل بطل الدوري وإحنا نبقى بطل الدوري تعمل لنا وممكن خمسة يقول له لأ إحنا منعملش لأنه طبعا أهل والزمالك والدنيا ومشاحنات والجمهور وإن كده هي دي الفكر كل واحد ليه رأي بس الناس المسؤولة والناس الكبيرة اللي هي موجودة حوالينا هي أصحاب القرار صح مش إحنا يعني إحنا دلوقتي موجودين في منظومة صح فهي أصحاب القرار هي اللي بتقدر تكرر تقول ماشي أماشي الموضوع أو وقف الموضوع أو خليه قدامي الناس بشكل كويس أو أصحب بصورة كويسة وأعمل لفتة كويسة فديها تبقى حاجة جميلة طبعا لا إحنا بنلعب في أول في الآخر أهل وزمالك تحت اسمه مصر وصورة مصر في الخارج لأن بالوطن العرب زي ما قلتلك كله بيتفرج دور أهل وزمالك من أكبر سبع دربيات في العالم فبتفرج عليك نسبة مشاهدة كبيرة أول صحيح فأنت بتمثلش نفسك ولا بتمثل نادي أنت بتمثل بلد بلد كبيرة زي مصر فمحتاج أن أنت توري صورة مشرفة أمورات أهل وزمالك وأتمنى شوف مئة ألف ملعب زي ما أنا كنت بلعب لغيات دلوقتي ما شفتهاش من زمان من سنين من 2010 لما كان استاد القائرة ده واتفول وهنا خمسين ألف وهنا خمسين ألف يعني الله رحمه برونو ميتسو لما جاء وقال لأنا ما شفتش دربي من دربيات العالم أنا كنت بروح مرسي وباريس سان جرمان وبشوف هنا 30 هنا 50 لكن في مصر الاستاد يبقى كده قال لي دي حاجة جديدة بالنسبة لي وراجل أوروبي فكان مبهور بالمنظر ده وده اللي احنا لازم نبهر بالعالم احنا عندنا لعيبة على مستوى عالي عندنا أجهزة فنية أوروبية على مستوى عالي ومباراة بين مدربين على مستوى عالي برغم اللعيبة لعيبة دوليين كمان صحيح ولعيبة محترفين وأتمنى الجمهور كمان يتعامل مع الموضوع بشكل مستوى